السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا في الجزء الأول من المقرر الشق النظري المتعلق بالنظريات المختلفة التي طرحت لتفسير عمليات التكامل الإقليمي كما تنوننا الفارق بين مفهومي الإقليمية التقليدية والإقليمية الجديدة وبما شئت الله تعالى بداية من هذه المحاضرة سوف ننتقل إلى دراسة الجزء الثاني من المقرر وهو المتعلق باختيار بعض تجارب التكامل الإقليمي والتي سنبدأها بتجارب التكامل الإقليمي في القرى الإفريقية والحقيقة أن تجارب التكامل الإقليمي في القرى الإفريقية مرت مثلما تعلمون بالعديد من المراحل والأشكال المتنوعة من حيث الأهداف والمجالات وقد اتخذت هذه التجارب أيضا شكل التجمعات الإقليمية التي كان إنشائها وانتشرها في القرى مسيرا للمعطيات الإقليمية والدولية وعدت هذه التجارب على اختلاف أشكالها وأهدافها سبيلا لتعزيز الدور الذي تقوم به الدول الإفريقية ومدخلا أساسيا للقضاء على جوانب ضعف الدولة ومشكلات عدم الاندماج الوطني وكأداه لتسوية الصراعات بين دول القرى الإفريقية وهذه التجارب بطبيعة الحال هي تجارب متعددة ومتنوعة حيث شهدت القرى الإفريقية منذ حصول الدول على استقلالها العديدة والعديد من تجارب التكامل ويمكن في هذا الإطار تقسيم هذه التجارب إلى قسمين كبيرين القسم الأول هو المتعلق بتجارب التكامل على المستوى القرى والنموذج الأبرز لهذا القسم هو منظمة الوحدة الإفريقية والتي حل محلها الاتحاد الإفريقي عام 2002 القسم الثاني هو تجارب التكامل على المستوى دون القرى أي نقصد هنا تجارب التكامل التي نشأت في أقليم فرعية داخل القرى الإفريقي ولدينا العديد من النمازج على هذه التجارب عندنا تجارب تكامل في شرق إفريقيا إقليم شرق إفريقيا وتجارب تكامل في إقليم غرب إفريقيا وفي شمال إفريقيا وفي إقليم الوسط وفي إقليم جنوب إفريقيا لكن قبل أن نتعرض إلى تجارب التكامل الإقليمي المختلفة في القرى الإفريقية دعونا نلقي الدوء أولا على تطور الرؤى الفكرية المختلفة حول الموقف من الوحدة الإفريقية أو ما كان يطلق عليه الولايات المتحدة الإفريقية من خلال التركيز على نقطتين أساسيتين أولا بزوغ فكرة الولايات المتحدة الإفريقية والوحدة الإفريقية بوجه عام ثم بداية الاختلاف حول فكرة الولايات المتحدة الإفريقية بداية نستطيع أن نقول أن فكرة الولايات المتحدة الإفريقية بترجع بوصولها الفكرية إلى التراث الفكري للجامعة الإفريقية وقد ظهر مصطلح الجامعة الإفريقية هذا لأول مرة عام 1900 مع الإنقاد أول مؤتمر بهذا الاسم في لندن في ذلك العام بدعه من سلفستر ويليامز وهو محامي من أصول إفريقية ثم تولى الدكتور ويليام دبواز عامة هذه الحركة بعد ذلك حيث تمكن من عقد خمس مؤتمرات متتالية للجامعة الإفريقية في الفترة من 1919 وحتى عام 1945 وقد أسز هذه الجامعة مجموعة من الطلاب الأفريقية اللي هذين كانوا يدرسون في تلك الفترة في الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية وكان الهدف من تأسيس هذه الجامعة ببعديها الفكري والحركي هو محاولة بعث وتوحيد أفريقيا من جديد وتعزيز الشعور بالتوحد بين الأفريقيا بالإضافة إلى أحياء وتمجيد التاريخ والثقافة الإفريقية وبعد مؤتمر الجامعة الإفريقية في منشستر عام 1945 انتقلت زعامة هذه الحركة لحركة التوحيد الأفريقية من الأفريقة الذين كانوا يدرسون في الخارج إلى أفريقة الداخل ومن أبرز من تولوا زعامة هذه الحركة كانت دكتور كوامين كروما الذي اعتبر من أشهر الادعين إلى إنشاء الولايات المتحدة الأفريقية ولكن ظهرت بدايات الاختلاف حول فكرة الولايات المتحدة الأفريقية مع موجة التحرق الوطني التي شهدتها القارة الأفريقية وانقسام الدول حديثة الاستقلال إلى مجموعات أو كتل مختلفة في توجهتها وأهدفها وقد ظهرت أولى هذه المجموعات عام 1960 والتي عرفت باسم مجموعة برازافيل وضمت هذه المجموعة عدد من المستعمرات الفرنسية السابقة ذات الاتجاه المحافظ والتي أقلقتها التوجهات السورية لمؤتمرات الشعوب الأفريقية المستقلة التي عقدت في أقرى عام 1958 والقهرة عام 1960 وردا على هذه المجموعة تشكلت مجموعة الدر البيضاء والتي ضمت كل من مصر وغانا وغنية ومالي وليبيا والمغرب والحكومة الجزائرية المؤقتة في ذلك الوقت وتبنت خطة راديكاليا خاصة من جانب غانا في ظل النكرومة بتأييد الوحدة السياسية للقارة الأفريقية وذلك من خلال إقامة اتحاد إفريقي لحماية المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدول القارة المستقلة حديثا وفي محاولة لرأب الصدع بين المجموعتين مجموعة برزافيل من جهة والدر البيضاء من جهة أخرى ظهرت مجموعة ثالثة عرفت باسم مجموعة منروفيا وضمت كل من بنين وفولتا العليا اللي هي بوركينا فاسو حاليا والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو سحل العاج والسنغال وتونس وتوجو أسيوبيا ونيجيريا وسريليون والصومار وتبنت هذه المجموعة وجهة نظر براجماتية بتدعو إلى تحقيق الوحدة الافريقية من خلال تشجيع التعاون في المجالات العملية أولا وذلك بتقوية الروابط الاقتصادية والمنظمات الإقليمية العاملة في المجالات الوظفية ثم بعد ذلك من خلال تقوية هذه الروابط في المجالات الوظفية المختلفة من الممكن أن تصل القارة إلى مرحلة الوحدة السياسية وبالتالي لم تكن دول هذه المجموعة الأخيرة شأنها شأن مجموعة برازفيل على استعداد للتنازل عن استقلالها وسيادتها التي حصلت عليها لصالح دولة اتحادية افريقية وبالتالي كانت مجموعة الدار البيضاء ذات التوجه الراديكالي تدعو إلى الوحدة السياسية الفورية للقر من خلال إنشاء دولة اتحادية تضم الدول الأفريقية حديثة الاستقلال في حين كانت دول مجموعة برازفيل ومن بعدها مجموعة منروفيا ذات التوجه المحافظ كانت بتدعو إلى تحقيق الوحدة الوظفية الاقتصادية والثقافية قبل أي حديث عن وحدة السياسية الفيدرالية للقرى الافريقية إذن كانت هناك رؤيتها لتحقيق التكامل والوحدة على مستوى القرى الافريقية الرؤية الراديكالية وكانت تزعمها بصورة رئيسية كوامين كرومة وأحمد سيكثوري والرؤية المحافظة والتي كانت تزعمها مجموعتين برازفيل ومنروفيا فكوامين كرومة طرح رؤيته حول الوحدة الافريقية في كتابه افريقيا يجب أن تبتحد وفي مؤلفاته الأخرى وخطوبه التي ألقاها في منسبات عديد وكانت تدور فكرته حول الوحدة الافريقية حول ضرورة إنشاء اتحاد يجمع ما بين الدول الافريقية أي إنشاء اتحاد فيدرالي على نسق التجارب الاتحادية التي عصرها نيكروما في ذلك الوقت كالولاية المتحدة الامريكية والاتحاد السوبيتي حيث عبر نيكروما عن إيمانه بضرورة الوحدة السياسية الفورية للقرى الافريقية وذلك في خطابه أمام مؤتمر أديس أبابا عام 1963 وهو المؤتمر الذي تمخض عنه إنشاء منظمة الوحدة الافريقية وذكر نيكروما في هذا الخطاب نصه أن هدفنا الآن هو اتحاد افريقي علينا أن نتحد الآن أو نفنى ونحلك ولذلك رابط نيكروما أفكاري حول الوحدة السياسية الافريقية بمقافحة الاستعمار الجديد حيث رأى أن الاستعمار الجديد الهدف الأساسي منه هو تقسيم الدول الافريقية بحيث يجعلها عجزة عن الوفاء بالإحتاجات الأساسية للأفراد لذلك وجد نيكروما في تحقيق الوحدة الافريقية الأداة الرئيسية الأولى في موجات هذا الاستعمار الجديد لأن أهداف الدولة الفيدرالية الافريقية المقترحة بتتعارض تعارضا مباشرا مع أهداف الاستعمار الجديد ففي حين تكمن قوة البلدان الافريقية في وحدتها بتكمن قوة الاستعمار الجديد في انقسام الدول الافريقية وتفارقها بل وإصارة الصراعات فيما بينها كما رابط نيكروما أيضا بين الوحدة الإفريقية والاشتراكية في القارة لأن الاشتراكية كانت من وجهة نظر نيكروما أداة مهمة لمواجهة الاستعمار الجديد والذي يعتبر أسوأ أشكال الإمبريالية والإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية ولذلك رابط نيكروما بين الرأسمالية ونظام العبودية واعتبر الرأسمالية شكل من أشكال أو تطور جديد لنظام العبودية والإقطاع الذي ساد في العصور الوسطى ومن هنا جاء رابط نيكروما بين الوحدة الإفريقية والاشتراكية من جهة والتحرر الإفريقي ومكافحة الإمبريالية والاستعمار الجديد من جهة أخرى وقد وضع نيكروما مجموعة من الأهداف من هذه الوحدة السياسية والاقتصادية للقرة الإفريقية تتحدد في سلاس أهداف رئيسية الهدف الأول منها هو الهدف المتعلق بالتخطيط الاقتصادي الشامل على مستوى القرة الإفريقية وذلك من أجل زيادة القدرات الصناعية والاقتصادية الإفريقية حتى لا تظل هذه القرة تحت رحمة الاستعمار والإمبريالية ويتطلب ذلك ضرورة عادة النظر من وجهة نظر نيكروما في مفاهيم وبرامج التنمية في القرة بما يسمح بالاستغلال الأمثل للموارد المختلفة لصالح الشعوب الإفريقية سواء كانت هذه الموارد موارد زراعية أو معدنية أو حتى تتعلق بالقوى المائية أو بالصروات المائية التي تحظى بها القرة الإفريقية وهذا التخطيط الاقتصادي الشامل عند نيكروما لن يتم إلا من خلال وجود حكومة اتحادية للقرة الإفريقية حيث يمكن لتلك الحكومة أن تصدر عملة مشتركة وأن تنشئ منطقة نقضية وتؤسس بنكا مركزيا قرية وغير ذلك من الإجراءات لتدعيم الوحدة الاقتصادية القرية الهدف الآخر عند نيكروما كان وضع استراتيجية دفاعية وعسكرية موحدة للقرة الإفريقية لأنه حسب رأيه ليس هناك أي مبرر أو فعلية لقيام الدول الإفريقية منفردة بعباء الدفاع عن نفسها عيثه لن تتمكن قوات أي دولة إفريقية منفردة من وجهت أي هجوم كبير عليها وسمت مبرر آخر حسب رأي نيكروما لضرورة وضع استراتيجية دفاعية أفريقية وحدة وأنه إذن لم تتحد أفريقيا وتوحد قدرتها العسكرية من أجل الدفاع المشترك والتخلص من الشعور بعدم الأمن في أن هذه الدول سوف تستدرج فرادة العقد اتفاقيات دفاع مع القوى الأجنبية وهو ما يمكن أن يعرض أمن القرى بأسره للخطر وبالإضافة إلى ذلك رأى نيكروما أن الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة يفرد أعباء تمولية ضخمة على معظم الدول الإفريقية في الوقت الذي تكون فيه مثل هذه الدول في حاجة كبيرة لرأس المال من أجل توجيهه إلى مسألة التنمية الداخلية وبالتالي تصبح عملية التمويل والإنفاق على القدرات العسكرية للدول الأفريقية منفردة بمثابة عملية انتحارية لكل دولة على حد بينما يمكن عند نيكروما أن يكون هذا العبء خفيفا عن طريق المشاركة فيما بين تلك الدول المجتمعة وتحت مظلة دفاعية من أجل إفريقية الهدف الثالث من الوحدة السياسية عند نيكروما هو تبني سياسة خارجية ودبلوماسية موحدة لأن التخطيط الاقتصاد الشامل الذي ينظر إليه لكروما على مستوى القارة ووضع استراتيجية دفاعية وعسكرية موحدة بيستلزم بطبيعة الحال تبني سياسة خارجية ودبلوماسية موحدة وذلك لتعزيز قوة القارة الإفريقية على المستوى العالمي وفي المؤتمرات العالمية وفي المنظمات الدولية المختلفة وقد طرح نيكروما مشروعه لإقامة دولة اتحادية إفريقية في خطابه أمام مؤتمر القمة الإفريقية بياديس أبابا عام 1963 وطبقا لهذا المشروع فإن الوحدة السياسية لإفريقية يمكن أن تتحقق من خلال سلاس مراحل أساسية المرحلة الأولى تتم من خلال إعلان مبادئ بتلتزم فيه الدول الإفريقية بإقامة الاتحاد المزمع إنشاؤه مع تشكيل لجنة جامعة من جميع وزراء خارجية الدول الإفريقية وتحديد موعد محدد لاجتماعاتها على أن تقوم هذه اللجنة باختيار هيئة من المسؤولين والخبراء الأفرق بواقع اثنين من كل دول لوضع تصور لأجهزة حكومة الاتحاد الإفريقي المقترح على أن يكون لهذه اللجنة وهيئة المسؤولين والخبراء سلطة إنشاء اللجان التالي لجنة لوضع دستور حكومة الاتحاد الدول الإفريقية ولجنة لوضع خطة شاملة على مستوى القارة ببرنامج اقتصادي وصناعي موحد والذي يشمل بطبيعة الحال إنشاء سوق إفريقية مشتركة وعملة إفريقية موحدة ومنطقة نقدية إفريقية ومنك منكز إفريقي ونظام اتصالات على مستوى القارة ولجنة أيضا لوضع تفاصيل أو خطة للسياسة الخارجية والدبلوماسية المشتركة لدول القارة ولجنة لوضع خطة لنظام الدفاع المشترك ولجنة لوضع مقترحات بالجنسية الإفريقية المشتركة المرحلة الثانية بتقوم فيها كل لجنة من اللجان الخمس السابقة بتقديم ما توصلت إليه من مشروعات إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يتولى بدوره دراسة هذه المشروعات والموافقة عليها ووضعها في صيغاتها النهائية أما المرحلة الثالثة فيتم عرض المشروع النهائي على مجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لمناقشته وإقراره وإعلام قيام اتحاد الدول الإفريقية كما اقترح دكرومة في مشروعه اختيار عاصمة لحكومة الاتحاد في وسط القرى بمدينة بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى أو مدينة ليوبولد فيل عاصمة جمهورية الكونغو واقترح أيضا أن تتشكل حكومة الاتحاد من هيئة تنفيذية ومجلس وزراء اتحادي وهيئة تشريعية من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالإضافة إلى باقي المؤسسات الحكومية الأخرى وفي حقيقة الأمر لم ينتظر نكرومة كثيرا حتى يتم إنشاء اتحاد الدول الإفريقية كاتحاد فدرالي قرري حيث دخل في بعض المحاولات الاتحادية مع بعض دول غرب أفريقية التي شاركته نفس التوجهات الوحدوية ومنها على سبيل المثال تجربتين هامتين التجربة الأولى هو اتحاد غانا وغنية وتم الإعلان عن قيام هذا الاتحاد في نوفمبر 1958 بين غانا في ظر الحكم نكرومة وغنية في ظر الحكم أحمد سيكوتوري ودخل هذا الاتحاد حيز النفاس في مايو عام 1959 وكان من المتوقع أن يكون هذا الاتحاد نواه لاتحاد الدول الإفريقية وبالتالي فقد ترك الباب مفتوحا لانضمام هذه الدول وتم إنشاء بعض المؤسسات المشتركة كالمصرف الاتحادي والمجلس الاقتصادي الاتحادي وغيرها ولكن لم يقيد لهذا الاتحاد النجاح خاصة بعض الاتحاد بنظام نكرومة في غانا عام 1966 أما التجربة الأخرى كان اتحاد الدول الإفريقية الثلاثة غانا وغنية ومالي وقد أعلن عن قيام هذا الاتحاد في إبريل 1961 بإعلان مصاق الدول الإفريقية ودخل الاتحاد حيز النفاس في يوريو من نفس العام وكان من المنتظر أن يكون هذا الاتحاد نواه لقيام الولايات المتحدة الإفريقية حيث نص مصاقه على أن يكون مفتوحا لانضمام أي دولة إفريقية تقبل بأهدافه ومبادئه وأنشاء الاتحاد عدد من الهيئات المشتركة ومنها مؤتمر رؤساء دول الاتحاد واللجنة التحضرية لمؤتمر الرؤساء واللجنة الاقتصادية للاتحاد ورغم ما بزله من جهود وما أنشئ من لجان ورغم إنعقاد عدة اجتماعات لمؤتمر رؤساء الاتحاد إلا أن هذا الاتحاد لم يستمر طويلا ولم تنضم إليه أي دولة أخرى وبالتالي لم تتحقق منه الفكرة المنشودة وهو إنشاء الولايات المتحدة الإفريقية أما عن رؤية أحمد سيكتوري أو الرئيس لغنية بعد الاستقلال عن الوحدة الإفريقية فقد عبر عنها في كتابه الولايات المتحدة الإفريقية وتبقى لهذه الرؤية فإن الولايات المتحدة الإفريقية عند سيكتوري تعتبر مرحلة جديدة في مسيرة إفريقية باتجاه الوحدة لأنه نظر إلى منظمة الوحدة الإفريقية التي تم إنشائها عام 1963 باعتبارها حلقة وسط من أجل بلوغ الهدف النهائي المتمثل في إنشاء الولايات المتحدة الإفريقية على أساس أن هذا الشكل الأخير من الوحدة السياسية حسب رأيه هو وحده الذي يستطيع أن يحول بين الإمبريالية العالمية وبين نجاح المحاولات المختلفة لهذه الإمبريالية في زعزعة استقرار الدول الإفريقية من أجل إغضاحها السياسي واستغلالها الرأس مالي وقد رأى سيكوتوري أن العامل الأساسي في تحقيق الوحدة الإفريقية هو الثقة المتبادلة والإحترام المتبادل وتضامن الراسق بين شعوب القارة الإفريقية بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة سياسية حققية باعتبارها الأساس في تحقيق عملية الوحدة إلى جانب أيضا ضرورة تطوير الثقافة الإفريقية من أجل التحرر من التبعية الثقافية للمستعمر في القارة الإفريقية لذلك اعتبر سيكوتوري مثلما قلنا أن إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية بتعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق الوحدة الإفريقية الشاملة كما اعتبر أن تحقيق التنمية الاقتصادية هو شرط ضروري لضمان الاستقلال السياسي وتحقيق الوحدة وبحسب رأيه في أن التوقيع على مساق منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 يمثل التزام من جانب الدول الإفريقية بالعمل على المدى الطويل لتحقيق حلم الولايات المتحدة الإفريقية وأن إقرار هذا الالتزام من جانب الدولة الإفريقية بيستدبع بالضرورة المضي قدما في تحديد بعض الخطوات الوقعية والعملية التي ينبغي متابعتها في هذا الإطار من أجل تحقيق هدف الوحدة وفي هذا الشأن اقترح سيكوتوري ضرورة إنشاء مجموعة من الوزارات المختلفة كنواة أساسية لجهاز التنفيذي للاتحاد الإفريقي مثل مثلا وزارة عموم إفريقيا للتخطيط الاقتصادي ووزارة عموم إفريقيا للمالية ووزارة عموم إفريقيا للإعلام ووزارة عموم إفريقيا للتعليم والبحث العلمي والثقافة ومثل ما قلنا تمثل هذه الوزارات المجتمعة الخطوة الأولى نحو إنشاء الجهاز التنفيذي الاتحادي للولايات المتحدة الإفريقي وكان سيكوتوري من أشد المؤيدين لفكرة نكروما التي طرحها في مؤتمر أديس أبابا عام 1963 والمتعلقة بضرورة إنشاء جهاز تنفيذي على مستوى القرى ولو بسلطات محدودة قاصرة على بعض المجالات أما عن شكل الوحدة المقترحة ومراحل إنشاءها حسب تصور سيكوتوري فقد رأى أن هذه الوحدة من الممكن أن تتم في البداية بإنشاء اتحاد كونفدرالي للدول الفرقية بيكون الهدف المشترك منه هو العمل على تنمية هذه القرى اقتصاديا وابتماعيا وثقافيا وتأكيد سيادتها على أن يتم إنشاء هذا الاتحاد دون تردد وإقامة ولايات المتحدة الأفريقية ذات أنظمة مختلفة ومتنوعة أما عن كافية إنشاء هذا الاتحاد فرأى أنه قد يتم من خلال إنشاء اتحادات فدرالية على مستوى الأقاليم الأفريقية الخمسة فيكون مثلا هناك اتحاد فدرالي بين دول الشمال الأفريقي واتحاد ثاني بين دول غرب أفريقيا واتحاد ثالث بين دول وسط أفريقيا واتحاد رابع بين دول شرق أفريقيا واتحاد خامس بين دول الجنوب الأفريقي وبعد إنشاء هذه الاتحادات الفدرالية الخامس بيتم تجمعها في اتحاد كونفدرالي على مستوى القارة كلها ليشكل الولايات المتحدة الافرقية ويتبين من ذلك أن سوكوتوري كان بيتفق مع نيكرومة في ضرورة تحقيق الوحدة السياسية الافرقية من خلال إقامة الولايات المتحدة الافرقية وذلك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والتي تتمثل بصورة أساسية في التحدي المتعلق بتحقيق الأمن والتنمية أو حتى مواجهة التحديات الخارجية المتعلقة بالاستعمار الجديد والاستغلال الرأسمالي العالمي وإن كان هناك قادر من الاختلاف في كيفية تنفيذها زي الفكر فبينما اقترح نيكرومة أن تأخذ الولايات المتحدة الافرقية المقترحة الشكل الفدرالي وأن يتم إنشاءها في مرحلة واحدة فقد كان من رأي سكوتوري أن يتم إنشاء اتحادات فدرالية أولا على مستوى أقاليم افريقيا الخمس وأن ترتبط هذه الأقاليم معا في شكل دولة كونفدرالية تسمى الولايات المتحدة الافرقية مع إمكانية تحول هذه الولايات في مرحلة تالية من الشكل الكمفدرالي إلى الشكل الفدرالي وحتى يتحقق ذلك فقد دعا كل من نيكرومة وسكوتوري إلى إنشاء مجلس تنفيذي قاري أو تطوير هيكل منظمة الوحدة الافرقية بغية الوصول إلى إقامة هذا المجلس التنفيذي القاري كقطوة مرحلية أساسية نحو إقامة الولايات المتحدة الافرقية ولكن هذه الأفكار السابقة لتحقيق الوحدة السياسية على مستوى القارة الافرقية قد وجدت معارضة شديدة لها من جانب أنصار المنظور المحافظ أو الوظيفي في تحقيق الوحدة الافرقية حيث رفض أنظار هذا المنظور وبشدة مسألة الوحدة السياسية وركز بدلا من ذلك على قضايا التكامل والوحدة الاقتصادية والثقافية حيث تمثل هدفهم الأول في إقامة وحدة اقتصادية في نطاق تكتلات إقليمية وقد عبر عن هذا الاتجاه كل من مجموعة برزفيل ومجموعة منروفيا وقد تضمنت هتان المجموعتان مجموعة من الدول والتي رفضت رفضا شديدا مسألة الوحدة السياسية وكان من بين هذه الدول دولة مطوشكر حيث عبر رئيسها واقتزاك عن معارضته الشديدة لأفكار نوكرومة وأكد على العزم على المحافظة على السيادة الكاملة للدول الافرقية وصرف النظر تماما عن إقامة أي وحدة فيدرالية بين هذه الدول لأنها تتضمن التنازل عن جزء كبير من السيادة الوطنية وكذلك كان بين الدول المعارضة لفكرة الوحدة نيجيريا والتي تزعمت معارضة أفكار نوكرومة خلال انعقاد مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة في أديس أبابا عام 1960 على أساس أن هذه الأفكار كانت أفكار عاطفية وغير وقعية وصابقة لأوانها بل وتتسم بقدر من المغالاة والطموح أكثر من اللازم ولن يكتب لها الدوام والاستمرار لأنها أفكار ثورية غير تدرجية والحقيقة أنه بنعقد مؤتمر أديس أبابا عام 1963 تم الأغذى بوجهة النظر المحافظة أو الوظفية في تحقيق التكامل حيث كان هذا المؤتمر مجالا لحسم الاختلاف بين راديكاليين المطالبين بإنشاء ولايات المتحدة الأفريقية والمحافظين ادعين إلى الضرورة البدء بالجوانب الوظفية الاقتصادية والثقافية لهذه الوحدة وخلال المدولات التي شهدها المؤتمر ظهرت أربع وجهات نظر رئيسية تعبر واحدة منها فقط عن المنظور الراديكالي الفيدرالي بينما عبرت السلاس الأخرى عن المنظور الوظيفي للوحدة وجهة النظر الأولى عبرت عنها غانا بزعامة نكرومة وطلبت بإقامة وحدة سياسية فيدرالية فورية بتشمل كل دول القرية الأفريقية بدستور ومؤسسات فيدرالية على المستوى القرية على إغرار الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أما وجهة النظر الثانية فقد عبرت عنها ليبيا والسودان ودعت إلى إعلان مصاق إفريقي بيعلو فوق مواصيك المجموعات الثلاث القائمة حين ذاك اللي هو مجموعة الدر البيضاء ومجموعة برزافيل ومجموعة موروفيا ويتضمن عدد من المبادئ تلتزم بها الدول الإفريقية المستقلة وذلك على غرار إعلان باندونج لعام 1955 أما وجهة النظر الثالثة فقد عبرت عنها ليبيا ودعت بالإضافة إلى الإعلان عن مصاق إفريقي إنشاء منظمة إفريقية على غرار منظمة الدول الأمريكية وكانت وجهة النظر الرابعة التي عبرت عنها نيجيريا تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتحقيق الوحدة الإفريقية خطوة بخطوة من خلال إنشاء تكتلات ومنظمات إقليمية وبالتالي لم يتمكن نكرومة وأنصاره في هذا المؤتمر من إقناع مؤتمر القمة الإفريقي التأسيسي في أديس أبابا بمشروعه لإنشاء الوحية المتحدة الإفريقية حيث انتهى المؤتمر بدلا من ذلك بإعلان قيام منظمة الوحدة الإفريقية تعبيرا عن انتصار وجهة النظر الوظيفية وعلى الرغم من ذلك لم يأس نكرومة حيث قام بعرض مشروعه مرة أخرى خلال مؤتمر القمة الإفريقية التالي بالكاهرة عام 1964 وقررت القمة في هذا المؤتمر إحالة المشروع إلى لجنة فنية بتتولى دراسته تمهيدا لعرضه على مؤتمر القمة التالي عام 1965 وعندما انعقد هذا المؤتمر في أكرى عاصمة غينة في أكتوبر 1965 دفع نكرومة من جديد بحماس عن مشروعه ولكن أفكاره لم تطلق تأييدا من جانب أغلبية الزعماء المشاركين في القمة ومنسمى صحة نكرومة هذا المشروع وطرح مشروع آخر أكثر توضعا ويتمثل هذا المشروع الجديد في إنشاء مجلس تنفيذي يرتبط بمؤتمر القمة الإفريقية ويكلف باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحقيق الوحدة الإفريقية وينتخب لهذا المجلس رئيس ونواب رئيس يجتمعون في دورات منتظمة وقد نقش هذا المشروع في المؤتمر ولكن حين وصل إلى مرحلة التصويت لم يحصل إلا على 18 صوتا وهو عدد أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة لإقراره وحيث لم تتم الموافقة على هذا المشروع الثاني الذي قدمه نكرومة فقد وافقت القمة بدلا من ذلك على إنشاء لجنة لتسجيل المناقشات التي دارت حول المشروع تمهيدا لدراساته من جانب الحكومات الإفريقية على أن تقدم هذه الحكومات رأيها في هذا الشأن إلى مؤتمر القمة التالية في عام 66 وكان إنشاء هذه اللجنة في حقيقة الأمر بعناها عمليا تجميد مشروع نكرومة الثاني حيث عندما جاء موعد القمة الأفريقية عام 66 كان نكرومة قد أطيح به كرئيس لغانا بانقلاب عسكري وكان معنى ذلك تدمية كافة كل مشروعات نكرومة التي تحدث عنها عن إنشاء الولايات المتحدة الأفريقية وما حدث بالفعل في قمة 66 حيث لم يطرح هذا المشروع للنقاش وكان معنى ذلك تراجع فكرة إنشاء الوحدة السياسية الفورية في شكل ولاية المتحدة الأفريقية والاكتفاء بالإطار القائم لتلك الوحدة من خلال منظمة دولية وظيفية هي منظمة الوحدة الأفريقية إذن كان للمنهج الوظيفي الغلبة في عملية التكامل على المنهج الفدرالي في القرى الأفريقية وقد ظهر في ضوء هذا المنهج والمقصود هنا المنهج الوظيفي مجموعة من البدائل الأساسية لعملية الوحدة السياسية سواء على المستوى القري أو على المستوى الإقليمي فعلى المستوى القري ظهرت منظمة دولية وظيفية هي منظمة الوحدة الأفريقية والتي حل محلها الاتحاد الأفريقي في مطلع عام 2002 وعلى المستوى الإقليمي ظهرت مجموعة من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والتي نشأت في إطار معادة أبوجة لعام 1991 ومن هذه التجمعات على سبيل المثال السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا كوميسا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكوس والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي الساداك والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا الإيكاس وجماعة شرق أفريقيا ياك وجماعة دول الساحل والصحراء أو تجمع السنصاد والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد وبمشيئة الله تعالى سوف تكون هذه المنظمات والتجمعات الإقليمية الفرعية ما صار للنقاش في المحاضرات المقبلة وبالتالي بننتهي عند هذا الجزء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته